قالت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تحرير 65% من الغطة الشرقية من الجماعات الإرهابية هذا وأكدت الدفاع الروسية أن العدد الإجمالي للمدنيين الذين جرى إجلاؤهم من منطقة الغطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق ارتفع لنحو 80 ألف معظمهم من الأطفال مضيفة أن أكثر من 6 ألف مدنيين غادروا الغطة عبر ممرات إنسانية